ترأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعا مشتركا للوزراء الجنوبيين بالحكومة وعدد من رؤساء الهيئات بالمجلس الانتقالي الجنوبي وكرس الاجتماع لاستعراض مصفوفة الحلول العاجلة الممكنة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي التي جرى تدارسها من قبل الوزراء الجنوبيين ورؤساء الهيئات بالمجلس خلال اليومين الماضيين وقدم الحاضرون من الوزراء الجنوبيين ورؤساء الهيئات بالمجلس الانتقالي جملة من الاراء والمداخلات لإثراء المصفوفة ومقترحات بإجراءات يمكن تنفيذها على المدى القريب لضمان استقرار خدمة الكهرباء ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية وفي مقدمتها تعزيز الإجراءات التي أقرها البنك المركزي مؤخرا والضغط بسرعة تنفيذها على أرض الواقع وأكد الزبيدي على أن المسؤولية الأولى للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين تقع على عاتق الحكومة وأن الشعب ينتظر من الجميع خطوات وإجراءات حقيقية تلامس معاناته وهمومه ترجمة نانسي قنقر